بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساء الخير عليكم ويا رب دايما بخير قبل كل شيء وأهم من كل شيء ما ننساش الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو اللي مش مشترك يشتركوا فعل الجرس عشان إشارات البس المباشر اليومي توصلكوا جميعا بإذن الرحمة الرمز النهاردة هو بيتكرر على كتير قوي مننا وهو الامتحان أو الاختبار كتير قوي مننا بشوف إنه داخل على اختبار أو داخل على امتحان وهو مش عارف إيه الرمز ده الاختبار أو الامتحان ده بيكون ابتلاء ليه؟ لأن ذكر في القرآن امتحن الله قلوبهم للتقوى صدق الله العظيم فهو اختبار أو ابتلاء بيقع على الإنسان بيكون عبارة عن إيه؟ معظم اللي بيشوف الرمز ده مش دايما بيكون أمر صحي لا بالعكس بيكون إنه الشخص ده أموره بتتعطل يعني دايما حتشوف أو حتلاقي اللي بيدخل بيشوف إنه داخل في امتحان أو إنه في اختبار حتلاقي إنه هو عنده أمور كتير أو متعسرة أو متعطلة في أحواله الخير كل الخير إذا شفت إنه إنت يعني حليت أو أجبت الامتحان بالكامل تشوف إنك أنهيته وأتميته وخلاص إنك خارج فده معناه إنه تعطيل وزوال العقبات خلاص يعني دي بداية انفراجة بإذن الرحمن طيب اللي بيشوف مننا كتير إنه مش عارف يجاوب أو إنه متأخر على الامتحان أو إنه أموره بتتعصر مش عارف يكتب حسس إنه متأخر كل الأمور دي معناها إيه؟ معناها إنه معلش أسبر لأن دي فترة تعطيل وفترة حج برزق وفترة كرب بالهموم والتعطيلات اللي إنت بتعاني منها كلها فهو الرمز ده أي نعمة بيكونش طيب لكن الخير كل الخير إذا أتميته فده معناه إنه أبشر بإنفراجة وبداية تيسير بإذن الرحمن فلما نشوفه إحنا ندعي بس بالتيسير وعلينا على كسرة الاستغفار ونسأل ربنا التيسير أذكركم مرة تانية لو سمحتم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو اللي مش مشترك يشترك ويفعل الجرس عشان إشارات البس المباشرة توصلكوا يوميا أترككم في رعاية وحفظ الرحمن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة